اشتركوا في القناة حتى قيل أن المئة تخلي الدروب عميًا كناية عن الأمطار الغزيرة التي غالبًا ما تنزل على هذه المناطق وتحديدًا على المناطق الجبلية يمتاز در المئة بأنه أيضًا بداية طلع والمقصود فيه بداية النبات لدائماً ما أهالي المنطقة دائماً ما يستبشرون بهذا الدر لنبات النخيل الخاصة بهم وتمتاز أيضًا هذه النخيل بأنها دائماً من النخيل التي تثمر قبل أي نخل أخرى خاصة الصلاني والنغال الذي تشتهر به إمارة الفجيرة تحديدًا فيتسارع الأهالي ويتسابقون في الحصول على النبات حتى يستطيعون أن ينبتوا النخل الخاصة بهم وأيضًا الأهالي يتفاخرون بأن عندهم نخلة طلعت قبل غيرها فحقيقةً هذا الدر من الدرور الهامة جدًا خاصة زي ما ذكرنا في أنواع النخيل وأيضًا يشاهد دائماً في هذا الدر ظهور بعض أنواع الحمضيات مثل الليمون وأيضًا الهمبة أو بالمعنى اللغة العربية المانغو اللي يبدأ يفرخ ويثمر حتى نحصد منه ثمارًا جيدة وخاصة أن ثمرة الليمون والمانغو مشهورة فيها إمارة الفجيرة ودائماً الكل يأتي الصيف لهذه الثمرتين لأنها من الثمار المهمة ولا يخلو منزل حقًا من هذه الثمرتين الليمون والمانغو وتجدها دائماً من المائدة الدائمة في موائد أهالي الفجيرة ويضًا الإماراتيين اللي دائماً معروف عنهم بحبهم لهذه الثمرتين كنا معكم اليوم في هذا الدر والذي فعلاً من الدرور الهامة وسوف نكون معكم في حققة قادمة لدر آخر الذي يأتي بعد المية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة